أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن تعاطفه مع الشعب العراقي في سعيه من أجل الحرية والحياة الكريمة واتهم كاتس الحرس الثوري الإيراني بالضلوع في قتل محتجين في العراق وأضاف في تغريدة على تويتر أن الشعب العراقي هو شعب عريق وله تاريخ مجيد كما أن العديد من يهود العراق يحملون ذكريات طيبة من الحياة المشتركة في العراق